اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورأوا ان الانذار والتحدي والمساومة لم تجد نفعا بدأوا بالاعتداءات على ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وزادوا في تعذيب المسلمين والتنكيل بهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورأوا انتنا بها بانا احنا نقولوا الانتنات بدلوا الانسابيلو بضوح مساومات ودو استهزاء وسوقريات وتعطيل وانلي كنلو كمسالين افعاء ادهياني مباشرتهم اعتداء شخصوا ديبا شخصوا وديبا حياتو ديبا اروحات مباشرتهم وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معززا محتشما محترما فقد تولى إذاءه كبراء قريش ورؤساؤهم ولم يجتري على ذلك أذنابهم وعمتهم يعني لدعفاء لنايوم ولا صفهاء ولا يعني تم اجتمع لشوية شوية لقابة يقدروا ديبوني لكن لدعفاء لنايوم ولا عبيههم ولا تجارهم ولا سباكان لبهم وكانت لبهم هتونتم رحاولوا ديبوا قل لي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو قرابت لهم وكمان أكانكم سلهوا مرتبة شرف وقلهم ديبوا قبائل واجهات لقابة وقلهم تم تم رحاولوا وقل لي زوجوا وكان النفر الذين يؤذونه في بيته أبو لهب وروت من نومتم والحكم بن أبي العاس بن أمية وأقبى بن أبي معيط وعدي بن حمراء الثقافي وابن الأسداء الهزالي وكانوا جيرانه صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاتي وهو يسلي وكان يطرحها في برمته إذا نصبت وكانوا إذا طرحوا عليه ذلك يخرجوا به على العود فيقفوا به على بابه ويقول يا بني عبد المنف أي جوار هذا ثم يلقيه في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم لقواره اللهم سمعنا اللهم تمنى الأزول علىه وأبو الهبد بقى رأسهم على وأبو الهبد بقى رأسهم علىه والشفر عطال والبواقل النواي والمخلفات والأزيات اللهم ديبوا لقو فعلوا تبيتوا لقو فعلوا وقليمتها كامن قبيد بصان عطا تتاكيال هلا تاغرادوا لقو فعلوا وكم سليهو إن دلس اللي لقفة ديبوا علوا والأزو علوا والنبي صلى الله عليه وسلم نسعلا لتمنى لقفهوك برا نفقر يا بني عبد المناف لقبيلتنا يعني بني عبد المناف تقول لهم قوارهم لعلى أي قواري تقول لقواري يعني كمسألا قوارها للدرر وقوارها للتآكي لبلهم على ولا كفة على بارة صلى الله عليه وسلم ومنهم شوية زيادة لآكل على وهمز وقهمز لودة على أمي بني خلف وكان أمي بني خلف إذا رآه همزه ولمزه ميت همز وميت لمز والهمزه والهمزه أطعن وشته يعني نيقروت نيقروت ابهجيا تعانوت لاكافجيا كمسألا يهو عير على ننعديل كده اللي بول علو وجيه لا سمعوت علو أو كسر العين كده العنتات لتخامزه والقمزه يعني إن اللي وده إن حركات وده نعيك بيمة حوارار ولي كده يعني والقمز بهما واللمز العيب والإقراء واللمز كمسألا يهو تعيب وإقراء واستهزاء اللي كل اللي اشتملت الهمز واللمز وكان أخو أبي بني خلف اللي هو أقل الأمي بني خلف أبي بني خلف يتوعد أن لي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إن عندي لعود فرسا أعلفه ككل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه وحتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله وقد قتلوا يوم أحده وفعلا يوم أحد عمي المعركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وقلوا أبي بني خلف وقلوا أبي بني خلف اللي نفسوتو يوما بعذن بالي حتى معل المتاعد المتاعد قديم متهالك بالي مرة واحد مرة واحد وطلب منه أن يدفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل لرسل أبا بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسامع منه فبلق أبيا لقصة إلا باكون دا تقصر أسمع منه والدي بكيان لخبر دي بأبي باتحا وأبي هي نبي ليو آآ لك هو باكون دا تقصة إن دا بألا بادو عاتبي بادو حباسي وادو حميو هذا القنط كان نغا نتكادي بقاط النبي تفاق بليو وتكم سليه ودا اللي أبا بن أبي معيط اللي أبا بن أبي معيط أبي بن خلف أمير بن خلف أبو لهب واللي عدي بن حمراء واللي الثقافي واللي هزلي اللهم كلهم لقواره ومر الأزول على وجماعتهم أما أبو لهب فقد عاداه وآذاه من أول يوم ظهرت فيه الدعوة إلى الله سبحانه إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى أول من أتبذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صارت من بداية أنبت أبو لهب ولا صورة دي بوت كاريت دي بحلقات الحلفة بينها وكانت في عقد ابنيه ابنيه عتبة وعتيبة في زمة دي بعسمته أو دي بعقده ولاده لد أبو الهب عتبة وعتيبة للبهله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلق بنتي محمد صلى الله عليه وسلم أنا هنا وانتم سبق ورقات هنا سبق ورقات هنا سبق ورق لي هنا سبق محبر هنا سبق ومات هنا أنا بطرق منكم والوالد محمد دي حدقكم قبيلهم والوالد حدق يبوكم سليو كمان وقالت زوجته أيضا طلقاهما فإنهما قد سبقتا فطلقهما يعني سبقتا دي بإسلام أتيا الإسلام للأتيا كانسا بأبو العلو وكمان هتا حدقوا لوالد محمد صلى الله عليه وسلم بيلتهم بل لدور لنايا والأزياد لنايا تمتود على دي بحلقة تتمنى رأياته لشغولنا أبو الهب وإلهم لرب لي وفق يوم كديد إذا ناي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتخصصوا جماعتهم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله